في سبتمبر كان الميلاد وفي سبتمبر كان الاستشهاد وما بين المحطتين سفر سبتمبري خالد عنوانه ربيش علي وهبان العلي وربيش العملاق المجتمعي حين يذكر دوره في المجتمع بوصفه الشيخ مشايخ الحيمة بصنعاء والقامة السياسية حين يشار إليه بصفة النائب البرلماني الفاعل والقيادي الإصلاحي البارز وهو مع كل ذلك اليمني الجمهوري الثائر في وجه الإمامة العائدة بشعار وذثار إيرانيين رأى العلي مليشيا الانحطاط وهي تحط كالواقعة على رأس الشعب فرفض وهو الجمهوري الذي تسري في شرايينه أهداف الثورة السبتمبرية أن يكون عكفيا لدى الإمامة الإيرانية ولأنه أدرك أنها معركة وجود بالنسبة لليمنيين وهبر بيش وهبان اليمن كل وقته وجهده وجهاده ونادى في رفاقه وجميع اليمنيين بلسان جمهوري مبين لاسترجاع الأرض والدفاع عن سبتمبر من مليشيا الحوثية صدق العلي مع وطنه فصدقه من عرفوه وكيف لا يصدق الجنود قائدا يرونه معهم في أرض المعركة كواحد منهم حيث موعده الدائم مع الجبهات أقوى من كل الخطب والعبارات لم يكتفي ربيش وهبان بكل ما وهبه لوطنه فمع فاتحة سبتمبر وهب السبتمبري وطنه أغلى ما لديه ونحن خلقنا أحرار وقد بعث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فينا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وتأبى نفسنا أن نكون عبيدا لأحد إلا لله ولا نسجد ولا نركع الله له وحده ولا لأحد نسواه ومفروض علينا أن نقاتل ونجاهد ونثاغر حلاك ونسد كل الثغرات لكي ننتزع كل ما اقتصب من بلدنا ونستعد كل ما أخذ من شرفنا وكرامتنا ونخرج أسرانا وإلا فنلحق بجرحانا وشهدانا وكما قالها بوضوح أن لا خيار سوى حياة الأحرار أو شهادة الأخيار كان مساره العملي ترجمة حرفية لذلك الخيار فالعلي الذي عاش قائدا من قادة الأحرار ارتقى شهيدا كريما وهو يواجه مليشيا العبودية والعار ليكون استشهاده كما كان نضاله أبلغ رسالة تستنهض رافضي المشروع الإمامي الإيراني وهو في الوقت ذاته الرسالة الأقوى التي تصفع المليشيا ومن يقفون خلفها كيف تتوهمون أن تستعبدوا شعبا فيهم أمثال ربيش سبتمبريون أحرار أقسموا أن مشروع إيران في اليمن لن يعيش وكلما ارتقى منهم شهيد إن بتت قطرات دمه لسبتمبر قوة وجيش وجيش